السلام عليكم ومرحبا بكم في التمريل الرقم 14 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التألفية إذا التمارين يقول ف دالة خطية معرفة بتمثيلها المبياني د واحد و ج دالة تألفية معرفة بتمثيلها المبياني د جوج سؤال الأول اعرف الدالتين اف والج اذا تحديد اف شحالك تساوي والج شحالك تساوي انت لقم طبيعة حال من التمثيل المبياني اذا هنبدأوا بالدالة اف اذا في المعطية تلقوا بأن اف دالة خطية ماذا تعني؟ اذا اف دالة خطية اذا اف تكسب على الشكل اف دو اكس تساوي ا اكس اذا هنغسنا نقلب على ا باش نلقى ا اذا عندنا هذا هو المنحنة ديال الدالة الخطية اللي هو الدي واحد اذا باش نلقى ا يكفي نلقى صورة ديالش عادت اذا بالسبال ان احنا هم رات في ساعدنا اذا هنا اللي اخذينا هذا العدد هذا اللي هو اثنان فالصورة دياله بالدالة اف هو هذا العدد هذا اذا الصورة ديالجوج هو اف ديالجوج اف ديالجوج على حسب تمثيل المبياني تساوي اذا ببيانيا نجد ان اف ديالجوج تساوي جوج ايكس او ممكن نعرفها بالعلاقات السالية اف نقطتان اكس يعني اكس مرتبطة ب اكس الان تحديد ج اذا جي حسب المعطيات دلة تقالفية ماذا يعني؟ يعني ان الجيد اكس تكسب على الشكل ا اكس زائد ب اذا لتحديد هذه الدالة يجب تحديد ا ثم تحديد ب اذا لتحديد ا سنلقى عددين ولقى الصورة دياله اذا مبيانيا سنحاول لقى هذه العددين اذا السمسل المبياني دلة ج هو د اذا نحاول نقطتين اذا نقطتين الأولى هي هذه اذا الافصول هذا النقطة حسب الشكل الهندسي هو ناقص اثنان وبالتالي ف ف يساوي ماذا؟ يساوي سفر لان المستقيم هو منتقى تاما محور الأفاصيل وبالتالي الصورة ديال ناقص اثنان هي السفر كذلك النقطة الثانية غنشوف هذه النقطة اذا هنا الافصول هو ناقص واحد اذا الصورة ديال ناقص واحد اذا عدنا ناقص واحد الصورة دياله هي هذه النقطة اذا هي وحسب المقطايات هنا هي ثلاثة اذا اذا ناقص واحد تساوي ثلاثة اذا لدينا ناقص اثنان تساوي صفر فالج ناقص اثنان ناقص واحد على ناقص اثنان ناقص 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 واحد نقوم بقية ناقص 1 نعود نقوم بقية ناقص 1 نقوم بقية ناقص 1 نقوم بقية ناقص 1 ثلاثة ناقص 2 ناقص ناقص حيث الإشارة تساوي زائد ناقص 3 ناقص 2 زائد 1 ناقص 1 عدد سالب لعدد سالب ثلاثة الواحد ثلاثة 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 نقوم بقية ناقص ثلاثة 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 هنا كنعرف بأن الجديد ناقص جوج يساوي 0 إذن كنعود x ثلاثة 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 سلص ثلاثة كنعود ثلاثة 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 إذا نحديد إحداثيات أ نقطة تقاطع إذا فقناها هي X و جدو X الآن نحدد نقطة تقاطع إذا أعجب السؤال قلنا بحديد جبريان إحداثيات أ نقطة تقاطع و أحديد جبريان قلنا بحديد هندسيا مبياني و غلق إحداثيات أ قلنا بحديد جبريان إذا سأعجب جبريان كيف يمكنك اضافه ؟ ا تنتمي اضافة إحداثية هي X Y سنقلبه على X وعلى Y لدينا E تنتمي إذا سنسميه سيجي أو تنتمي إلى د 1 إذا أم تنتمي إلى د 1 تنتمي إلى د 1 من يعني أن هذا فالصغرات XE تساوي Y إذا كانت E تنتمي للده واحد فالصغرات XE تكون هي Y بنفس الطريقة لدينا E تنتمي إلى الجوج أي إلى التمثيل المبيني للده واحد فالصغرات XE تساوي YE إذا لدينا حلقتين هذه سنسميها واحد وهذه سنسميها جوج إذا من واحد وهذه سنسميه هنا لدينا YE وهنا لدينا YE سنسمي بأن GXE تساوي FXE إذا نمشي للده واحد وهذه ونعوض XXE إذا شنو نغلقها؟ ثلاثة XE زائد 6 تساوي ماذا؟ سنسمي للده واحد ثلاثة XE ثلاثة XE إذا نجد حلقة دابة XE سنسمي لده لذلك الطرف الأول ثلاثة XE ناقص XE ثلاثة 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 XE هل نقص ثلاثة وعندما نقص ثلاثة وقعة أيضا هي ي إذا ف نعود ف نقص ثلاثة تساوي ي وعندما نقص ثلاثة نقص ثلاثة وعندما نتقص ثلاثة إذن إحداثياتها هما ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة بطبيعة الحال يمكنني مبيانيا نتأكد من هذه العملية مبيانيا ركيبا بأن هنا هذه النقطة إذا قامنا هنا ناقص ثلاثة وهنا ناقص ثلاثة وبالتالي إحداثيات رها توافق النتائج للقناعة